عادت مؤسسة الجيش للحديث مجدداً عن الدعين إلى التدخل بالسياسة بالرد على أن المؤسسة العسكرية تستمد قوتها من ثقة الشعب، هذا الأخير الذي يعتبر الجيش مفخرة له وللجزائر. هذا ويؤكد الجيش حسب ما حملته مجلته الشهرية أنه متحصن بالثقة الدائمة التي منحها إياه الشعب لأنه منبع قوته وعزمته وهو ما يجب أن تسعى لتحقيقه الأطراف التي تريد فرض وصايتها على الجيش في عوض أن ينصب اهتمامهم على كيفية كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته المرحة تراهم يتعمدون الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية وقالت المجلة أن الجيش يعرف حدوده بل نطاق مهامه الدستورية والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية مع ذلك تقول قيادة الجيش هناك من يريد تنصيب شخصه وصيا عن الجيش الوطني الشعبي بل وناطقا رسميا باسمه ناسيا أو متناسيا أن الجيش هو جيش الشعب الجزائري قيادة الجيش وجهت تحية إكبار للمرابطين على حدودنا وترحمت على أرواح شهداء الواجب الوطني ترجمة نانسي قنقر